موسيقى موسيقى وإثراء مسيرة العلاقات النموذجية والمتفردة بين البلدين الشقيقين وخلال الزيارة استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته القاهرة ومشاركته كضيف شرف في المؤتمر السادس للبرلمان العربي وبحضور رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر وخلال كلمته أمام المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية أوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن أنظمة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل سريع وغير مسبوق إن موضوع هذا المؤتمر هام ومحوري ويعطي بعد جديد للتعاون العربي وهو البعد البرلماني في تحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي حيث تقع علينا مسؤولية وضع مجموعة من المبادئ التي يمكن أن يعتمد عليها أو تعتمد عليها عملية صنع القرار فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي كل ذلك يتطلب تشكيل مجموعات عمل مؤلفة من خبراء الذكاء الاصطناعي وقادة الأعمال وأصحاب المصرحة الرئيسيين لمساعدة البرلمانيين على وضع السياسات الخاصة بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيمه بما في ذلك تحديد حالات الاستخدام التجاري والحكومي لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتعيين الأدوار والمسؤوليات وتفعيل المسائلة والحفاظ على الخصوصية والأمن أصحاب المعالي إن موضوع الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة يحظى باهتمام برلماني عربي ودولي إلا أننا ننتهز هذا التجمع العربي المهم للتأكيد على تضامننا ودعمنا التام للقضايا العربية المشتركة فيما شارك مع علي في الجلسة المغلقة للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من أجل إقرار مشروع وثيقة عدها البرلمان العربي بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي وخلال الزيارة أجرى معالي رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات مع نظره رئيس مجلس الشورى بدولة قطر حيث أكد عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تزداد عمقا بالروابط الأخوية والتعاون المثمر والمتنامي بين البلدين الشقيقين في المجالات التنموية والبرلمانية فيما أكد معاليه وخلال مباحثات برلمانية مشتركة مع رئيس مجلس النواب المصري بالقاهرة أن العلاقات التاريخية والنموذجية بين البحرين ومصر تتنامى وتزدهر بالتعاون الوثيق والتنسيق المتواصل والرؤية المشتركة بين البلدين تجاه القضايا العربية وخلال لقائه بمعالي رئيس مجلس الشيوخ المصري أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن الترابط الأخوي والاستراتيجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يسهم في استدامة الشركات المثمرة والتعاون الوثيق وإثراء مسيرة العلاقات النموذجية المتفردة بين البلدين الشقيقين وخلال الجلسة المتبادلة بين الطرفين أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري الدعم الكامل لمملكة البحرين في استضافة القمة العربية الثالثة والثلاثين مشيدا بالمبادرات والخطوات الفاعلة والإيجابية التي تتخذها البحرين لتعزيز تلاحم وتآلف الدول العربية ترجمة نانسي قنقر